عرب سفير الأمريكي لدى الكويت لورنسا سيلفرمان عن سعادته بالمشاركة في أكبر معارض الجامعات في الكويت بمشاركة 39 جامعة عالمية منهم جامعة أمريكية من القطعين الحكومي والخاص وشجع سيلفرمان طلبة الكويتين على الذهاب للولايات المتحدة للتعليم مشيرا إلى سهولة إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول بالنسبة للطلابة الحاصلين على القبول في الجامعات الأمريكية يشوفوني اليوم أكون هنا في معارض كل الجامعات الدولية في هذا الأكبر معارض للجامعات في الكويت في هذه السنة ممكن في 39 جامعة ومنهم أكثرياتهم من أمريكا يعني 20 جامعة لازم أقول أولاً أهلاً وسهلاً في كل التلاب الكويتيين للأمريكا بشأن الباكالوريس أو ماجستير أو الدكتورات كمان يعني عندنا كل الإمكانيات في أمريكا في الجامعات في التعليم العالي لازم أشكر الوزارة التعليم العالي بل هذه ماراد لكل التعوان بين الولايات المتحدة ودولة الكويت إحنا نقول بالإنجليزي study in the United States succeed in Kuwait so we want you to come to the United States to study get a good degree أهم شي في أي دولة يعني في أي دولة الابتقار وريادة الأمال